شهدت القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا المهرجان مع الافتتاح والختام والندوات والتكريمات والترشحات والفائزين وكل معدر في هذا المهرجان الدورة رقم 44 وفي بيت للكل في ديافتنا الناقد الفني الكبير ودائما موجود في كل المهرجانات الأستاذ طارق الشنوي مساء الخير أهلا مساء الفل يعني أنت كده خلاص خدت أجازة وتقدر ترجع بينا تاني وتقول لنا عن هذه الدورة تحديدا رقم 44 من مهرجان القاهرة السينمائي أولا مساء الخير أهلا وسهلا أهلا بي دورة مهمة جدا في تاريخ المهرجان التواجد العربي الحقيقة كان واضح جدا على كل المستويات سواء في المسابعة الكبرى أو الرسمية وأيضا في أفاق عربية وهو أساسا مخصص للسينما العربية وحتى الأفلام القصيرة وده كان توجه مطلوب لأنه ده دور مصر الدورة شهدت أيضا تكريم لبلبة أو نونيا وكان مهمة قوي أنه فنانة بحجمها بعد العطاء سبعين سنة من العطاء كان شيء رائع الحقيقة صح رقم كان شيء رائع ومؤثر لبلي بقى أصلها أنا بتالي ولدت تمثل ما هي مزال هي مزال أطفال يعني الطفل بيسحى الصبح مثلا بيبقى بيفطر وبعد كي بيروح لمدالسة هي لا هي بتصحى الصبح عشان تستعد لحفلة هتعملها أو لبروفا أو لأن في حد لأن مامتها كانت زكية جدا حرصت أنها تعلمها في البيت تعلمتها لغات وعلمتها رأس وعلمتها إتيكيت يعني هي دخلت أكاديمية وهي طفلة عشان لما توفق أمام الكاميرا تبع عارفها تعمل إيه مين بدأت علينا؟ مين بدأت علينا؟ يعني تقدير لمشواري الفني الطويل قوي 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 اللي أنا مش فاكرة أول مرة مسلت مش فاكرة أول مرة طلعت الجمهور مش فاكرة سقفولي إزاي مش فاكرة المخرج كان بيواجهني إزاي كان عندي خمس سنين فطبعا مش فاكرة حاجة خالص لكن كل اللي أنا فاكرة لما ابتديت أحس حاسي بنفسي حاسي بنفسي وأنا فيه كاميرا وفيه إضاءة وفيه مخرج بيواجهني وفيه مساعد مخرج بيحفظي وفيه مسؤولية شغل الموضوع نفسه أنا حبيته أنا حبيت الفن عشقته مش حبيته عشان الناس بتثقف لي الله الناس بتثقف لي لا أنا حبيت الفن وحبيت دوقت طعم النجاح حبة حبة يعني كل ما كنت بكبر شوية بدوق طعم نجاح فحبيت الفن إن حدي يقدر مشوار الفني الطويل من خمس سنين لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي فطبعاً شيء بيسعدني جداً وأول ما الأستاذ حسين قال لي إن حيكرموني في مهرجان القاهرة للسينما لقيت نفسي شريط سينمائي طويل كل حياتي الفنية كانت قدام عيني زي شريط سينمائي وبفتكروا لقطة لقطة فشيء رائع إن باتكرم مهرجان القاهرة مهرجان بلدي مهرجان عريق مهرجان صفة دولية وبعدين مفيش أحلى من كده تكريم كان شيء جداً مهم وبالإضافة إنه حابين يسمع أكثر عن الأفلام اللي نعرضت وترشيحات أيضاً ومعيير الترشيح اللي يعني اعتمدتوها أيضاً خلال هذه السنة أولاً فيه معيار مبدئي هو الاختيار وبعد كده معيير لجان التحكيم الاختيار بيبقى عشان مهرجان القاهرة تابع لتحد الدولي للمنتجين فبيبقى الاختيار إن الفيلم ما يتعرضش في المسابقة الرسمية قبل ذلك في أي مهرجان عشان كده الاختيار أفلام المسابقة أصحب حاجة لأن غالباً أفلام المهرجانات اللي بتسبقك كان وفينيس وبرلين وغيرها وغيرها أفلام مهمة لكن إنت مستطيعش تعرضها رسمياً تعرضها بالتوازي وده اللي حصل وغم ذلك المهرجان كان في أفلام مهمة يعني يعني فيلم الافتتاح مثلاً؟ بيطلوب فلوس كتير جداً جداً لكن أهم حاجة أنا بشوفها يعني إحنا قعدنا فترة نفكر في النجوم العالميين وندفع فلوس عشان النجوم في الآخر يطلع على المصرح لمدة دقيقة ويقول كلمتين هل دول اللي يساوي الملايين أنا رأيي لا اللي يساوي الملايين أنك إنت لو أنفقتها فأفلام تتعرض يبقى أنت أنا خدت ثقافة الجمهور خد ثقافة فعشان كده حتى حسين غير كان الفكرة الأولانية أن نحن لن ندفع فلوس لا طب رأيك إيه أستاذ طارق في حضور المخرجة المجري بيلا تار؟ ده الحقيقة أولاً بيلا تار هو مليد خمسة وخمسين واعتزل من عشر سنين لكن عمل نبض في أفلامه هتلاقي فيها يعني هي يتقل عليها توصيف الواقعية الاجتماعية مع مسحة شعرية عمل حالة كده أجمل مثل هذا الرجل إيه وده درس للمبدعين كلهم أول ما لأه أنه هو شخصياً قال كل اللي عايز يقوله وقال سلام عليكم خلص لأنه كمان الكوميديا السوداء ليها وقت بتمشي على حاجات في أوقات وأوقات تحس أنك متكرر نفسك لا معشان كده لما فنان لأننا بنعاني من ده كثير من المبدعين بيستمر وتحس أنه هو فقط البطارية خلاص شحطت بالمصري خلصت فقط البريق كمان ويفضل يكمل هو ما هو الإبداع مش مجرد واقع أنت هتقدمه ما هو الواقع موجود صحيح هتدم أي رؤية لكن أنت كمان الأي مدى أنت منفعل بفعل أنا توقفت في اللحظة نعم نحن نتحدث عن السينما المصرية بشكل عام ولما نرجو على الأصل السينما هي سينما مصرية نحكي دائما الاستمرارية كانت مهمة في وقت غابت في السينما في باقي الدول العربية أصبح لا وجود لها أو وجود شحيح جداً ولكن السينما المصرية نحن تربينا على اللهجة المصرية منذ صغرنا سواء كان من الأردن من فلسطين من باقي الدول هذا القبول للسينما المصرية فعلياً أنا تتحدث عن كل قصوصاً بقينا نتحدث عن مصري ولكن نحن تعودنا على اللهجة المصرية والأعمال للسينما المصرية برأيك ما هو السبب الذي يجعل السينما المصرية أساس وتستمر لليوم الذي نحن فيه بص السينما المصرية بدأت الناس تعرفها من الغنوة الغنوة منحت السينما المصرية وجود ليه؟ من زمان من الاستعناط قبل حتى ما يبطي فيه عروض يعني شريطة سينمائية الناس حبت اللهجة لما سمعت أم كلسوم باللهجة المصرية لما سمعت عبدالوهاب ويجي حتى العرب زي أسمهان وفريد يغنوا برضو باللهجة المصرية فأحبوا اللهجة لما بدأ الشريط السينمائي يروح العالم العربي كان قريدي الأذن تعودت على اللهجة فالغنوة اللي أحبت عشان كده هتليها حتى أغانية أغلب أفلامنا القديمة ما هيش أفلام غنائية بالضرورة لكن بالضرورة فيها أغاني فالغنوة لعبة الدور مهم جداً لكن يجب وده نفخر بيه أنه فيه سينمات عربية عظيمة صحيح في لبنان في الأردن فلسطين تونس المغرب الجزائر السودان مؤخراً عمل أفلام كويسة نعم وحتى كان لهم فيلم اسمه السد فيلم مهم قوي لا العالم العربي كمان بيقدم أفلام حلوة صحيح وأفلام ممتعة وأفلام بتحصد جوائز يعني شوفنا دين لبكي خدت كم جايزة مثلاً في لبنان وهكذا طيب صاح طارق يعني المشاهد العربي وتحديداً اللي بيحب السينما يعني بتلاقيه ممكن يسافر بلاد لحتى يحضر مهرجانات سينمائية وتحديداً مهرجان القاهرة الدولي للسينما وبنسخة الرابعة والأربعين هذا بجذب انتباه كل محبين السينما في العالم العربي ومختلف دول العالم برأيك شو اللي ممكن يتقدم من خلال المهرجانات لحتى يبقى في بالفعل ترابط ما بين هدول الفنانين اللي عم بيطلعوا على خشبة المسرح لحتى يتكرموا والناس تشوفهم وما بين معجبينهم ومحبينهم ومحبين السينما اللي بيجوا من دول العالم انا نفسي نفسي المهرجان القاهرة لانه في المطلعة الثانيات اتعمل مسابقة للسينما العربية وخدت رواج ونجاح كبير قبل ما تقام مهرجانات للسينما العربية يعني بعد كده بقى فيه مثلا دبي سينما العربية في الفين واربعة لكن مصر من التسعينيات عاملة ده لازم لازم بقى فيه يعني ايه لقاءات عربية عربية لوضع افكار لانتاجات متعددة صحيح فيه انتاج عربي عربي موجود يعني هتلاقي الدوحة مشاركة في افلام هتلاقي تونس مشاركة في افلام ومصر قطعا مشاركة في افلام لكن انا عايز اكتر فمفرد استغل ده المسبقات زي وصقة افاق عربية وافضل فيلم عربي هل انت شايف ان الحاجات دي ايضا بقت مهمة وتوجودها دايما مهمة طبعا طبعا يعني مثلا وبالذات انه بدأت فيه سينمات وليدة زي سنما سعودية طبعا السينما السعودية عملت قفازات قفازات الداعية مهرجان البحر الاحمر هو يعني هدا واحد من المهرجانات المهمة في السعودية مهرجان جده اللي هو البحر الاحمر ده من السينفات والسنة دي هيفتتح يوم واحد ديسمبر دورة تانيه وعملين حاجة جميلة جدا بمناسبة الافلام المصرية لانه هو الفيلم المصري اسمه فيلم العربي فبالتالي ليس ملكا لمصر ملكا العرب كان اسمنا في السينما العربية وكان التلفزيون أيضا التلفزيون العربي يعني كان مرتبط بكلمة العربي تمام لما افتتح سنة الستين كنيسة التلفزيون العربي نعم وافتتح في نفس اللحظة دمشق والقاهرة لأنه كنا ساعتها لسه في الوحدة نعم اللي عايزة أقوله أنه بدأت فيه سينماات عربية ومهرجانات عربية مهرجان جدة مثلا لما بيرمم فيلمين مصريين ده مش عشوائي لما مهرجان زي جدة يرمم أفلام مصرية هو بيرمم ذاكرة عربية صحيح ومهرجان خيرا برضو رمم فيلمين هل أنا بختار الترميم لأنه الفيلم خلاص محتاج الترميم ولا أنا حرمم مجموعة فبنتقي اللي أنا محتاجه دلوقت يعني على الممر مهم جدا بصي هي قضية مهمة قوي ولازم تكون قضية الدولة أنه دي زاكرة وطن الغنوة والفيلم زاكرة وطن الأفلام معرضة للهلاك حتى لو أنت حطتها في إطار حفظ سليم يعني يعني رعيت كل الأسباب العلمية لكن الشرطة هو بتتغير ولها زمن ده لازم تبقى خط الدولة لترميم كل الأفلام حسين فهمي كرئيس مهرجان قرر أنه هو كل سنة حرمم فيلمين ثلاثة جميل ومثلا جابي خوري بيرمم الاختيار ليوسف شهيد حلو بس ده ما يكفيش لازم يبقى فيه خطة طموحة لأن الزاكرة مهددة أتمنى أنه فعلا دكتورة نيفيل كلياني وزير الثقافة تضع ده على أحد أهم مشروع مشروع لإنقاذ زاكرة الوطن نعم يمكن خلينا نرجع شوي لفعاليات المهرجان ودائما نحكي عن المخرجين ونحكي عن صناعة الأفلام بشكل عام وتكريمهم جدا مهم كان فيه تكريم أيضا للمخرج العظيم كامل أبو زكري نتحدث عن هذا التكريم وكيف دائما هذا بيعطي حافظ أيضا حتى للمخرجين الشباب اللي صغار أو حتى مخرجين بشكل عام إنهم يقدموا محتوى أفضل دائما هو عشان الناس اللي بعرفة هو فيه جايزتين في المهرجان جائزة التميز دي لفنان في منتصف الطريق زي كاملة وجائزة إنجاز العمر والتميز هي بتاع اسمها فاتن وبعدين إنجاز العمر يعني على المشوار الكبير اللي هو مثلا زي قبل كده مثلا وحيد حامد القمم اللي عمله وبالتالي لبلبة تستحق نيلي كانت سنة اللي فاتت وهكذا كمان سنوات بعيدة عن السينما ومقدمة الطاقة أغلبها رايح للتلفزيون عملت خمسة أفلام طبعا رقم مش كبير لكن مهم أفلامها مهمة بتعندك وزي واحد سفر يوم للستات ملك وكتابة أفلام العشق والهواء ما يمكن هي برضو كاملة أعتقد هي ذهبت للتلفزيون في وقت انت عارف السينما ما كانش فيها هذا الانتاج قدمت حاجات مهمة ذات جدا أخيرا بطلق الروح يعني قدمت الحقيقة سجن النسا يعني قدمت الحقيقة عمال مهمة وزات وميت وش طبعا بس الطاقة طاقتها وعملت فعلا الإنجاز لأنه دايما كل سنة بنختار أفضل مسلسل مصريا وعربيا بيبقى مسلسل كاملة يعني في الحالتين على المستوى المصري بتلاقي طلوع الروح رقم واحد لسه في الرياض كان فيه موسم الرياض تلع أيضا اه بتلوع الروح اللي هو مهرجاني جاعة التلفزيون اللي كان في الرياض تلع أيضا بتلوع الروح فهي دايما بتحظى بالمركز الأول لكن كمان السينما لازم ترجع لها محتاجة انها تعود وهي وعدت بتقديم الفيلم السادس مجددا يعني نعم مستاذ شناوي يعني الأفلام اللي طلعت من مصر اللي حاكت هموم ومشاكل العالم العربي يعني خلينا نحكي مثلا تجربة الفنان الراحل نور الشريف اللي مثل فيلم ناقي العلي بالضبط يعني هذا الفيلم لما لامس القضية الفلسطينية لامس العالم كله يعني حتى في بعض الوسائل الإعلامية هاجمت مصر حتى على أنه هذا الفيلم يعني تكشفوا الحقيقة أمام العالم جميعا دور اليوم لحتى نخوض تجارب جديدة باتحاد موسع للأفكار لتقديم منتج جديد للسينما العربية من خلال مشاكل وهموم العالم العربي بص الفيلم ده أولا ده إنتاج نور نور قوية جدا جدا وكان فيه كمان معارضة للفيلم في توقيت ما في مصر لكن لأنه هم أصحاب حق وأصحاب قضية نجل علي في الآخر خلاص هو الانتصر كشريط فني ووصل للعالم كله دي محتاجة لثقافة عند المبدع لأن النور مش وجرد مسل الدور لأ ده دفع فلوس وماعتقدش أنه كسب بالمناسبة لأن الفيلم لقى مشاكل ولأن الجمهور وبذات المصري شوية الأفلام السياسية وبذات القضايا اللي هي ما هيش قضيته المباشرة ربما ما يجيبش الأرادات الضخمة لكن على الأقل وصلت القضية ودي بقى رسالة الفنان أنه هو صاحب قضية نور حالة السيثنائية اللي أرحمه نعم كان حالة السيثنائية تماماً يمكن بالحديث عن موضوع الأفلام والسينما مشوارنا مكمل ببيت للكل ولكن اسمح لنا نطلع الآن إلى فاصل ونرجع لكم مشاهدينا فاصلوا نعود عدنا من جديد والحديث عن مهرجان القاهرة السينمائي يعني إحنا مستمتعين جداً بالحديث معك واليوم إحنا متحدث فيه فرص دائماً لصناعة الأفلام مطلوب الجيل الجديد أنه يكون موجود وهل برأيك دائماً مقارنة بين الجيل الجديد والجيل القديم تظلم أحياناً لأنه حتى السينما اختلفت على مرأة العصور والقضايا التي تطرح أيضاً اختلفت وهل طرح الواقع الحالي اللي بيعيشوا سواء كان المجتمعات في مصر في الأردن أو غيرها أحياناً ممكن توجه رسالة للمجتمع ولكن دون انحدار في السينما أو صناعة الفيلم بوس أنا رأي احنا دائماً بالنسبة عن فكرة جيل قديم وجيل جديد في مخرجين كبار وممثلين كبار احتفظوا بالياقتهم بعد أن تجاوزوا الستين والسبعين والثمانين وفيه شباب عجوز تلاقيه في التلاتينات من عمره وعجوز يعني السينما بتاعته أو الشاشة شاشة عجوزة فعمره ما كان جيل قديم وجيل جديد لكن معكد أن التناول الفني بيختلف وبيتغير وإذا أنت مقدرش تهدومه القطر بيفوتك يعني قيمة محمد عبداللهاب إيه أنا بعد شوي عن السينما لكن يعني كمبدع كبير إيه إنه فضل هو في التسعين من عمره ألحانه عصرية صحيح الحان عبداللهاب هو عنده سعين سنة لحنة عصرية فكرة أنه أنا بتطور مع الفن كمان يعني الفن وبسمع وبسمع صحيح ففيه جيل جديد طبعاً وجيل عنده قدرة أو نمط الإنتاج تغير أصبح الجيل الجديد ده بتلاقيه بيتكلم مع شركات في باريس وبرلين وفي الأردن وفي قطر وفي السعودية وتلاقي الفيلم مشاركة فيه خمس ست جهات صح ده ما كانش موجود زمانا تعاون العربي نعم كان أخرها عربي وأوروبي كمان وأجنبي كان أخرنا أن يوسف شاهين فقط هو اللي كان بيعمل غالباً إنتاج مشترك مع فرنسا لأ الجيل ده كمان واسحت الدايرة جداً وبيقدر يأي لأ أنك أنت بتاخد إلا ما بتاخد ميزانيات أضخم أكيد بيدي لك فرصة للتعبير أبعد طيب أنا عايزة أروح لنقطة مهمة قوي وهي أنه زمان الناس كانت تمتظر مهرجرات الزنمة علشان تشوف الجديد في الأفلام والأفلام بعد كده بتنزل السوق دلوقتي بقى فيه منصات كمان يعني أعتقد أنه فيه أكتر من فيلم موجود في المهرجان قريباً جداً في أقل من أسابيع هيبقى موجود على المنصات العالمية وكمان المنصات بقت بتعمل إنتاج صحيح مش إنتاج أحياناً بقدر الإنتاج السينمائي الكبير ولكن بنسميه إنتاج بي بروداكشن يعني أقل شوية ولكن ليه قبول لأنه بيتزعى المنصة فأنت شايف المهرجانات وموضوع السينما والمنصات بتشوفه إزاي دلوقتي؟ هو لا يزال فيه سراعة يعني مثلاً المهرجان كان بيشترط أن الفيلم لازم يتعرض في السينما يعني الأوسكار الأوسكار بيقبل أفلام المنصات لكن بيشترط أنه لازم يعني لو عرضتوا منصة هيقبلوا ولكن ولكن لازم تعرضوا بعد كده في السينما فمعناها أنه هناك سمت سراع لكن جرى العرف مع الزمن يعني أيقلنا أي نافذة جديدة لصالح النافذة الأديمة لما ظهر التلفزيون في نهاية الثلاثينات ومطلع الأربعينات في العالم بدأت الدنيا تبقى وبقى قوي جداً خمسينيات قالوا كده الناس هتبطل تروح سينما بالعكس السينما تطورت ودار العرض نفسها تطورت أكتر لما طلع الفيديو شريط الفيديو وبقى منتشر جداً في العالم الناس قالت نفس الحكاية أنه أنا في البيت هأجر الشريط بجنيه ولا بتاع يعني وبدأ المدفع كذا لا هأجروا هتفرج العيلة كلها هتفرج شريط مؤجر بجنيه هل السينما ماتت لا السينما تطورت المنصات هتحرك السينما أكتر يعني هيبه فيه التنفس وصالح السينما أي منفذ جديد فعلاً بيخلي اللي هو أنت هتحسن أنك فيه خطر الخطر عادةً بيحرك كل نوازع البقاء صح صح فرص فرص أنت عايز تبقى فعارف أنت ممكن تموت بسبب حد هيزيحك لا بتزداد قوة السينما ستزداد قوة ستزداد جذباً والصالحة وجود منصات لأن كمان منصات بتقدم لك وجوه جديدة مخرجين جدود صح في واحد بيعمل فيلم في المنصة بميزانيات محدودة لكن ممكن المخرج ده السينما تتخاطفه لأنه عمل شيء مبهر وهكذا عشان كمان المنصة فيها شق تجاري سريع صح لكن برضو إحنا بنخاف شواء من المنصات لأنها كلها موجهة عندها توجه في حاجات كتير يعني مش خالصة الفن والسينما طول الوقت يعني طبعاً هناك رسائل بس برضو إحنا عندنا منصاتنا أيوة ياريتب عندنا توجهاتنا برضو يعني عندنا منصاتنا العربية موجودة وبتقاوم وأيضاً أنت ساعات بتفرد شروتك طيب نحكي على مهرجانات عربية مهرجان مراكش في المغرب وقرطاج في تونس البحر الأحمر في السعودية والمهرجان الدولي للسينما في القاهرة كيف ممكن تتقاطع هاي المهرجانات ببعضها من خلال الجوائز التي تقدم للفنانين والمخرجين والمنتجين وأيضاً هل هي بتنعزل بحد ذاتها أنه بتحاكي بيئة محددة ولا في بالفعل في اندماج ما بينها بس لازم المهرجان العربية لصالح أي مهرجان عربي أنه هو يوضب جدوله على المهرجان الآخر مثلاً أنا فاكر السنة اللي فاتت حدث أنه كان أول دورة لمهرجان جداً وأنا في اللاجد أقولي لمهرجان القاهرة الدورة اللي أعلنت حصل توافق في مثلاً خمس تيام مع مهرجان القاهرة كان من الذكاء مهرجان القاهرة أنه هو هو المهرجان الأسبق تاريخياً قال لا أنا مش حق أبقى في نفس التوقيت وتحركنا شوية مثلاً أسبوع عشر تيام عشان لا يتوافق لي بقى أولاً النجوم هما النجوم يعني بتشوف يسرى وليلة وإلهام بيشوفهم في جدة وفي مراكش وفي القاهرة وفي دبي زمان وأبو ظبي يعني عايز أقول مش منسلحك إن النجوم تخسرهم الأفلام العربية بطبعها قليلة أفلام الجيدة أقصد يعني فبالتالي هيصل أيضاً توافق فلازم يبقى فيه تنصيق يعني طبعاً مهرجان مراكش تقريباً متوافق تماماً مع مهرجان القاهرة ده مش صحة لازم يبقى فيه تنصيق خسارة كمان يعني خسارة طبعاً طبعاً خسارة للطرفات وحصل مع تنصيق يعني أنا فاكر مرة واحدة مهرجان دبي أول دورة ما أخذوش بالهم وكان يوم الختام ختام دبي هو افتتاح القاهرة فكان فيه مشكلة في 2004 فالنجوم رجعوا عشان يبقوا موجودين في مهرجان القاهرة النجوم المصريين يعني بس بعد كده دبي والقاهرة وأبو زبي خلاص والدوحة كل مهرجانات ديات كانت حريصة على أن فيه مساحة نعم فيه تنصيق دائماً قرتاج طبعاً هو أقدم لازم نقول قرتاج أقدم مهرجان عربي بدأ 66 مهرجان القاهرة 76 وهو مهرجان عربي إفريقي ومهرجان عريق جداً ومواصل للتباقد حتى لو تعثر في بعض دوراته لكن يزل أحد أهم معنوين مهرجاناتنا العربية وهو مهرجان خرتاجي نعم مستمر بس شو سبب أنه كلهم دائم في الربع الأخير من السنة يعني مش هنيعطوا فرص خلال السنة دائماً أنا دي أكتر حاجة بتدايقني نعم تقريباً من أكتوبر كده كلها سينما حتى الجونة أكتوبر سينما كله سينما سينما وابوظبي ودبي فكلنا بنبقى مزنوقين في الحتة دي حتى الدوحة لما تعمل برضو كان في الكم شهر دول يعني بنطالب أنه نفرت شوية يعني نروح بعيد شوية ملمو ده مهرجان في السويد عن السنة العربية في الأول كان برضو في أكتوبر لكن بعد كده رئيس المهرجان أحايل محمد القبلاوي خلاه في مايو في الربيع آه ده جميل يعني مفروض تتوزع تتوزع شوية الحكاية طب أنا عايز أرجع لمهرجان القاهرة مصر مائي الدورة بس أنا أزولك لأ عشان فيها المرخوزة بتاعت ليه أكتوبر في الخليج أكتوبر ونوفمبر تقس بيبقوا معزورين هتلاقي كل مغنية احكتت عنها والله عندنا حتى وحي مصر أصلا كمان بقت حر جدا فبقاهم بي دايما بيروحوا أكتوبر نوفمبر يعني هما بيقوا مضطرين لده طيب أنا عايز أرجع تاني للمهرجان وعايز أتكلم شوية عن الأفلام يعني كان فيه فيلم سوري الناس أعجبت بيه السباحتان كان فيه الفيلم المصري الناس طبعا أعجبت بيه جدا اللي هو 19 بيه بالضبط كلمني برضو عن الكواليس عن الندوات ولنا ايه أكتر الحاجات اللي انت وقفت عندها اللي هي مقالة بقى طارق السناوي بالفلفل والملح بتاعها بصي فيلم 19 بيه ده أحمد عبدالله أحمد يعني أحمد أساسا موسيقي ودارس موسيقى كويس واشتغل بالمونتاج وبعدين توجه للإخراج مع فيلم هليو بليس أفلامه فيها تحس إنها قطعة موسيقية بتتحول إلى لقطات على الشاشة وأنا رأيي إن هو نرج كثيرا يعني هو مثلا لما تعمل في دبي أفضل مئة فيلم عربي فيلمه مايكروفون محطوط كواحد من أفضل مئة فيلم عربي أيضا خد التانيت الزهبي وده مهم قوي في فكرتاشا كان أحمد عبدالله السيد المخرج أحمد عبدالله السيد أه هو بيتطري ويقول كلم سيدة عشان فيه أحمد عبدالله وهو هو 19 بيه بطري أه لا وعازوي بيبقى يعني اسمه بيبقى أحمد عبدالله السيد أضاف ليه لأنه فيه منتير آسف فيه كاتب اسمه أحمد عبدالله اسمه أحمد عبدالله أه وكاتب معروف يعني نعم العمل اللمبي والحاجات دي المهم أنه بياخد جواز جتيرة فاهم لغة عصرية اللغة بتتكلم على تغيير الأبجدية والفنان اللي هو يقدر يلقط الأبجدية هو اللي بيكمل أحمد عبدالله لقطة الأبجدية الجديدة أشكد أفلامه موجودة في المرانات الدولية والعربية دايما ودايما تحصد جواز نعم خلينا نتحدث شوي عن الإنتاج المشترك ما بين سواء كان دول العربية ودول أوروبية أيضا هذا الإنتاج برأيك عم بفيد يعني بالوقت الحالي وأيضا حتى بدنا نتحدث عن العمل المشترك سواء كان بين ممثلين اللي يتحدث عنه قبل قليل سواء كان ممثلين عرب وأوروبيين بنفس الوقت طبعا يعني مثلا الأفلام حاليا لقدرنا ما بتلاقي فيلم في كل العالم بتقول مثلا ده فرنسي أو ده ألماني لا دايما هناك مشاركات إنتاجية كتيرة أصبح دي السمل في العالم كله أو في الإنتاج العالمي أنه دايما هناك مشاركة ما ساعات ممثلين إنتاج إخراج التلاقح ده هو اللي بيدي يعني حالة مغيرة وحالة طبعا مش ديت وكمان أصبح أحد عوامل صناعة الأفلام إنك بتاخد ميزاني بودجت من كذا جهة وبالتالي ما بقاش فيه جهة واحدة صاحبة الرأي اللي يتحدد حتى الدولة السياسية لأ أصبح العمال الفنية ده زداد قوة للمخرج يعني حتى الدول لما بتنتج بتلجأ أحيانا لإنتاج مشترك يعني فكرة الدولة تنتج عشان كده في مصر حتى مصر مفيش دولة بتنتج لكن تدعم في المغرب بتلاقي إنه بيدعمه إنتاج لأ يعني لم يععد هناك إنتاج عربي مباشر تبع الدولة إلا يمكن في سوريا وأساسي ما السورية يمكن هي الوحيدة اللي لسه بتنتج لكن غير كده لأ أصبح دايما هناك دعم نحكي شوي عن السينما العربية دائما المنافسة واليوم يمكن تحدثنا عن دول العربية ومشاركتها في صناعة الأفلام ولكن ما الذي ينقص السينما العربية لتصبح عالمية وتنافس عالميا احنا لدينا وجود عالمي وخدنا جواز من كبرى المهرجانات والسنان دي مرشحين الأسكار أكتر من دولة عربية ليس من ضمنها مصر بالمناسبة لكن أكتر من دولة عربية صحيح وأكتر من دولة عربية وصلت للخمسة ترشيحات الخمسة يعني هاني أبو أسعد الفلسطيني مرتين لبكي مرة وغيرها وغيرها يعني لا وصلين للدائرة القريبة جدا حتى من الأسكار وخدنا قبل كده السعفة الأخذر حمينة طب هل هنا أهمية مهرجان القاهرة السينمائي في ترشيح بقى الأفلام اللي هي ممكن تبقى موجودة في الأسكار لا اللي بيرشح مش المهرجان اللي بيرشح نقابة السينمائيين يعني هي لازم تبقى كان ممكن المهرجان بالمناسبة بس المهرجان تبقى الدولة الأسكار بيشترط أن الجيها تبقى جيها غير حكومية فالنقابة جيها غير حكومية آه فعشان كده ده بيبقى بس التفعيلة أنها تبقى مش لازم جيها غير حكومية نعم طيب أستاذ شناوي مرت كورونا كانت سنة صعبة سنة صعبة يا رب يا رب تكون مرت فعلا لأن سعد بسمح حاجات تانية غير اللي تقولها سعد بنقرب كده حاجات كده بيخوفونا بس نقول مرت الحمد لله يعني ثانية كانت أو سنتين خلينا نحكي كانوا صعبين على الإنتاج السينمائي صح كتفرزها في كل العالم بالضبط فهل تتخيل أنه الإنتاج والصرف المالي على الأفلام دهور ما بعد كورونا ولا عم بيحاول يتعافى الآن وهل بيأثر بالفعل على جودة الفيلم اللي عم بيطلع للسينما مؤكد أنه كورونا أصارت سلبا لأن أول ضربة لكورونا التجمعات طب السينما تساوي ايه؟ تجمعات يعني أول ومهرجانات تجمعات برضو فأكتر حاجة اتضربت بضراوة كانت فعلا السينما السينما بتتعافى والمهرجانات رجعت تاني يعني بتروح أي مهرجان دلوقتي كان زمان اللي قاعد قدامك مش موجود واللي وراك مش موجود كده وانت الوحدك واسه دائرة خاوية لا دلوقتي عادي ومشارتي بقى فيه ماسك فكل ده انعكس إجابان وبدأت ناسة دخ أموال مجددا للسينما فيه أفلام يعني ما قدرويش يعرضوها إلا لما تعود دور العرض لكامل قوتها زي عبدالله مثلا كان فيلم اسمه كيرا والجن ممكن يتعرض مع انه تصور في زمن كورونا ممكن ممكن يتعرض إلا ودور العرض قادرة على استعابه نعم 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 يعني نتمنى انه التعافي يستمر ومتمنى دائما بانه الصناعة الافلام العربية تكون موجودة وحاضرة عالميا ويكونوا كلهم موجودين في كل المحافل والمهرجانات العربية والعالمية نشكرك يعني الأستاذ طارق شن إن وجودك في المهرجان في كل الندوات وفي البليبة وفي الحاجات الندوات اللي أنت وكاملة وكاملة طبعاً ولي أنت مشارك فيها أعتقد أن هي برضو طاقة السينما حلوة تبقى دايماً موجودة والناس بتطلع طاقات وبتطلع إنتاجات مختلفة اللي إن شاء الله نشوفها في الفترة اللي جاية بإسلامها في المهرجانات بجد حوالي 12 ساعة في اليوم بيتسرقوا في أي مهرجان بروا طبعاً طبعاً سواء بلدنا أو برّا فيه 12 ساعة يعني نص يوم بس ببقى برح سعيد عموماً عايزة أقولك إحنا في نوفمبر فالشهور قليلة جداً باقي المهرجانات وبعدين يبقى الدراما بقى تدخل علينا نخش على الدراما نعم فأنت يعني مشغول مشغول لحد رمضان الدراما فعلا بنفس الحكاية ألا وشاف كدنان فأنت مشغول لحد رمضان الناقد الفني الأستيس طريق شناوي بشكرك شكراً جزيلاً نورتنا في بيت للكل وكل مشاهدين أنتم تشاهدون شاشة التلفزيون ولكن للسينما دائماً بريق هذا البريق يأتي من كل صناعة السينما في دولنا العربية وصناعة السينما دايماً توثق وتقدم أفلاماً جميلاً تصبح على ألف خير ونلقاكم في الأسبوع المقبل مع بيت للكل ترجمة نانسي قنقر